تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 592 قضية مونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 501 طن مواد غزائية وغير غزائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 21 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 433 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية وغير الغزائية تم ضبط نحو 37 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر للمواد أو مواد البناء تم ضبط 10 أطنان حديد تسليح وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 347 قضية من بينها 126 قضية خبز نقص الوزن و88 قضية خبز غير مطابق للمعصفات وفي مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط ثماني قضايا بمضبطات بلغت نحو 82 طن